السلام عليكم أساطير HD Action يقال دائماً ما يعود المجرم إلى مسرح الجريمة فإن كنت من محب الغموض والإثارة والقضايا الغمضة دلوقتي فعلنا بيج أرشيف خلينا أقول لك يا صديقي إن في قضايا كتير من بشاعة تفاصيلها بيتم حظر تداول أي تفاصيل عنها يلا يا صديقي ادخل للبيج هنقدم فيه تقارير مفصلة عن أغرب القضايا وأكثرها غموضاً وإثارة بشكل احترافي وبمصادر موثقة هتلاقي الرابط في أول تعليق ادخل للبيج وتابعنا على سنتوصلك كل حلقاتنا السيقة من أرسيف فيلمنا النهاردة بيتكلم عن عالم انتشر فيه الزومبي بطريقة غريبة عالم عايز يدمر العالم بفيروس بسبب إنه قتل صاحبه وعميلة شارسة بتحاول تمنعه مع ركمة الحمية من التراز الرفيع على وشك إنك تتفرج عليها دلوقتي وبننصح بتشغيل أعلى جودة ممكنة علشان تستمتع معانا بالفيلم وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع عملاء منظمة معينة واللي هم ديلن وصديقه جي واللي بيكون هدفهم في المهمة اللي رايحينها دي إنهم يحرروا مدراء تنفيزيين لشركة معينة ولإن الوضع مأساوي في المدينة بسبب حالات الشغب اللي فيها بيطلب منهم القائد إنهم ياخدوا حذرهم على الآخر علشان الكل يرجع سليم وبيوصلوا بالفعل للمدينة وبيلقوا الناس عاملة مظاهرات في كل مكان والفوضى هي الشعار الموجود قدام الجميع ولما بيدخل ديلن واللي معاه لمكان معين بيلاقي إن أغلب زميله تصابوا بفيروس خطير وكلهم بيموتوا ولما بيبلغ جي عن الوضع بيطلب منه القائد إنه يقتلهم كلهم لإنهم مصابين بعضوة خطيرة جدا وطبعا ديلن ما بيكونش عايز يقتل أصحابه تحت أي ظرف على أمل إنهم يتعلقوا بس جي بيكون شايف إنه لازم ينفذ الأوامر وبيجهز السلاح علشان يقتلهم ولما بيحاول ديلن إنه يمنعه بيخبطه جي وبيوقعه بيبدأ يضرب النار على كل زميلهم اللي تحول معظمهم لموتى أحياء أو زومبي وبعد فترة من الزمن في سان فرانسيسكو بتكون الحكومة طلبة من العميل الخاص ليون إنه يدور على عالم خطير جدا اسمه تايلر وده لإنه تعرض للاختطاف على إيد مجموعة من المجهولين وبيفهم ليون إن تايلر كان شغال على بحث خطير جدا ولازم يوصلوله بأي طريقة فبيتحرك ليون بالموتسيكل بتاعه ورا العربيات اللي خطفة تايلر لكنه بيتفاجئ بواحدة بموتسيكل هي كمان بتجري وراه وبتفضل تطرده لحد ما بتنجح إنها تضغط على الفرامل وتقلب ليون والموتسيكل وبيفشل إنه يرجع تايلر وفي مكان تاني على البحر بتوصل الباحثة المعروفة كلير للشط علشان تشوف القرش العملاق اللي ميته ومرمي على الشط في شكل غريب وبتتصدم أول ما بتشوفه لإن العضة اللي تعرض لها القرش أكبر من أي كائن حي على وجه الأرض وده بيزود الرواب عندها تجاه الحاجة المجهولة اللي قدرت تعمل كده في القرش في نفس الوقت بتبقى العميلة المحترفة جيل في إحدى المهمات وبترفض تستنى الدعم وبتدخل لوحدها المكان اللي شكين إنه بيحتوي على سلاح بيولوجي من نوع ما وبتلاقي جسس في كل مكان غرقنين بالدم وميتين بطريقة عجيبة وهنا بيظهر واحد وبيهجم على جيل لكنها بتفضل تضرب عليه النار لفترة طويلة لحد ما بيموت قبل ما يعضها وبيوصل باقي الفريق بتاع جيل بقيادة المخضرم كريس واللي بيلوم على جيل إنها دخلت لوحدها وما استنتش الدعم ولو كانتها تعرضت للإصابة أو للعد كانتها تبقى مشكلة ولما بيرجعوا للمنظمة بتاعتهم بيروح كريس يقابل العالمة ريبيكا اللي كانت بتحقق بقالها فترة في المرضى اللي بيتصابوا بفيروس مجهول محدش يعرف عنه حاجة لحد دلوقتي وبتأكد له ريبيكا إن الفيروس ده ممكن يتنقل عن طريق العض والهوى وبعدها بيتجه كريس لجيل اللي عمالت تضرب على إطلاق النر وهي غضبانة بسبب كلام كريس وبتلاقي كمان إن كريس جاي يطلب منها تاخد فترة راحة خصوصاً من القضية دي علشان ترتاح شوية بس جيل طبعاً بترفض وبتأكد له إنها مش هتتهاون أبداً في إنقاذ العالم من الدمار والأشرار وبتحكي إنها كانت تحت سيطرة أحد الأشرار في وقت ما وما كانتش قادرة تعمل حاجة لإنه كان بيتحكم فيها بجهاز معين ومن بعدها وهي قررت إنها تفضل تحارب كل الأشرار لحد آخر يوم في عمرها وفي مكان تاني بنشوف البنت اللي قلبت ليون بالموتسيكل وهي واقفة مع ديلان اللي شاف صاحبه جي بيقتل زميله زمان وبنفهم إن ديلان هو اللي خطف تايلر علشان ياخد منه الأبحاث البيولوجية بتاعته ويطورها الهدف في دماغه وبيحط طلقة في المسدس وبيلفه وبيجرب يقتل تايلر لكن الطلقة مش بتضرب فبيهنيه ديلان إن القدر أنقذ حياته هيموت بطريقة تانية وفجأة ديلان بيحط المسدس في دماغه وبيضرب لكن برضو ما بتكون شديد طلقة وبيرتاح ديلان لما بيلاقي نفسه لسه عايش ولما بتكتمع كلير مع جيل وكريس بيفضلوا يتكلموا عن الأحداث البيولوجية اللي بتحصل في العالم حالياً وبتتكلم كلير مع ريبيكا علشان تفهمهم موضوع القرش العملاق اللي كان عنده عضة غريبة واكتشفت كلير إن الحمض النووي بتاع العضة شبيه للفيروس والمشترك في كل ده إن جميع المصابين زاروا السجن الشهير اللي اسمه الكاتراز وده سجن شديد الحراسة على جزيرة في نص المية لكنه تحول لمعلم سياحي من فترة كبيرة بيزوروا الألاف كل فترة علشان يتفرجوا عليه وبالفعل كريس بياخد اللي معاه وبيتجي على هناك علشان يعرفوا إيه اللي بيحصل أما ديلان فبيكتشف إن تايلر هرب منه بس ديلان بيبقى الحصن الخافي بتاعه موجود في الكاتراز فمش بيقلق قوي لإن مفيش مكان تايلر يهرب منه وبيعرف المساعدة بتاعته إنه في الوقت المناسب هيجهزوا الوحش الجديد بتاعهم ويطلقوه على العالم أما كريس وكلير وجيل بيكونوا بيتمشوا في السجن وحواليهم السياح من كل مكان اللي مبسوطين بالأجواء اللي حواليهم لحد ما فجأة بيلاقوا واحد متحول وبيعض أحد السياح فبيجرى عليه كريس بسرعة وبيضربوا طلقة في دماغه علشان يقع ميت في الحال بس العدوى بتنتشر شوية شوية وكل السياح بيتحول الزومبي والوضع بيخرج عن السيطرة كريس واللي معاه بيفضلوا يقتلوا فيهم على قد ما يقدروا لكن عددهم بيبقى كبير جداً وكلير بتكون في موقف صعب جداً لإن الست اللي أنقذتها اتحولت هي كمان ولازم تقتلها وده على عكس جيل اللي مستمتعة بالموضوع وبتقتل فيهم بمنتهى السهولة واحد وراء الثاني كريس هو كمان دخل في الأجواء وقدر يقتل أكبر عدد ممكن من المتحولين لحد ما تحول السجن الحمام من الدم والأشلاق حرفياً وبعد المعركة ما بتخلص بنلاقي ديلان بيدي الأمر إنهم يفتحوا صندوق معين تحت المياه في كائنات شارسة وغريبة وكالعادة بيحط طلقة في المسدس وبيلفوا وبيحاول يقتل نفسه لكن الطلقة مش بيتيجي في أول مرة وهنا بيفتكر صاحبه جي بعد ما قتل كل زمائلهم بمنتهى الوحشية وديلان وقتها كان بيصرخ ومش مصدق اللي بيحصل لحد ما قدر جي إنه يتخلص من كل اللي كانوا معاهم بلا استثناء ولما ديلان بيحاول يتواصل مع القيادة بيلاقيهم طلبين منه يقضي على أي شخص بيحمل الفيروس من أجل المصلحة العليا وما فيش استثناءات ساعتها بيتخانق مع جي وبيقدر يضرابه وبياخد منه السلاح وبيلاق إنه تعرض للعدو هيتحول وبيطلب من ديلان يرحمه ويساعده وما يقتلهوش أما خارج ذكريات ديلان بتكون كلير وكريس مع بعضه مش عارفين جيل فين خصوصا إن عدد السياح كان كبير وممكن يظهر أي متحول مرة تانية في المكان المخيف اللي هم فيه ده وأثناء ما هم بيدوروا عليها بيلاقوا دكتور تايلر من استخبف خزانة فبياخدوه معهم وهم ما يعرفوش إنه تايلر اللي الدنيا مقلوب عليه وكمان هو ما بيقولش حاجة أما جيل فكانت بتتمشى في المكان علشان تدور على باقي الزومبي وتقتلهم وفجأة بتلاقي واحد بيهجم عليها بمنتهى الشراسة لكنها بسرعة بتعرف إنه اليوم صديقها من منظمة تانية وبيتعاونوا سواء علشان يقضوا على السياح اللي تحولوا كلهم بس اللي محدش كان عامل حسابه هو الكائن الغريب اللي بيخرجوا من مياه الصرف وبيقطع راجل حتة قدامهم اللي اتنين مستغربين ومش عارفين إيه ده خصوصاً إنه مش بيشوف وبيعتمد على الريحة بس وأول ما بيحسوا إنه هيهجم عليهم بيضربوا النار فوراً وبيجروا لأنه بيظهر كائنات كتير أوزيه وكمان كانوا هيكلوا جيل بس بمساعدة ليون بيقدروا ينجوا من المعركة المخيفة دي وبيفضلوا يجروا وهم مش عارفين إمتى هتخلص الكائنات اللي عددها كبير جداً دي لحد ما ليون بيرمى عليهم قنبلة علشان يقتلهم كلهم دفعة واحدة أما كريس واللي معاه بيتفاجئوا بأحد الموتى الأحياء وهو بيهجم على تايلر فبيروحوا يساعدوه بسرعة قبل ما يتعرض للعض ويضطروا يقتلوه وأول ما بينجح السنائف قتل الزومبي بتجري كلير على تايلر علشان تتأكد إنه متعدش وبتعالج جروحه أما جيل فبتسأل ليون عن اللي بيحصل معاه وبيعرفها حكاية العالم الخطير تايلر وإنه شغال على بحث بيولوجي مخيف ممكن يمحي البشرية من الوجود وعرفوا إنه تم اختطاف تايلر لسجن الكاتراز علشان كده ليون موجود وأثناء ما كانوا ماشيين في النفق بيحس ليون بتيار هوا جاي من مكان معين فبيوقع طوبة ويلقيه مخرج سري مكان تاني بيقرر إنه يدخلوا هو وجيل ويكتشفوه وبنلاحظ جائنات صغيرة زي الدبان مخفية بتهجم على كريس واللي معاه وأول ما بتلمس حد فيهم بيقع على الأرض مش قادر يتحرك تايلر بيتصدم من اللي بيشوفه وبيطلع يجري وهو مرعوب ومش عارث يتصرف إزاي لحد ما بيلاقي المساعدة بتاعة ديلان قدامه وبيفهم إنها النهاية وليون وجيل بيخرجوا من المكان السري اللي وصلهم لخزانات كبيرة بيتم عمل الأبحاث فيها بشكل مكسف وبيبدأوا يكتشفوا المكان وهم بيستكشفوا المكان بيشوفوا الطيارات الخفية اللي زي الدبان وبيفهموا إنها مصممة لقتل وتنويم الأشخاص بس فجأة بيسمعوا صوت ديلان عن طريق المكبر وبيطلب منهم يقابلوه في الطابق الأرضي للسجن وبيتحركوا فعلاً على هناك وأول ما بيوصلوا للطابق الأرضي بيلاقوا كريس وكلير محبوسين وتعرضوا للعد عن طريق الذباب طائر كمان تايلر محبوس في زنزانة وبيقدر ليون يتعرف عليه وبيفهمهم إنه العالم اللي الدنيا مقلوبة عليه بسبب أبحاثه وهنا بيزهر ديلان قدامهم وبيعرفهم عن نفسه بمنتهى الثقة وفجأة دبانة بتهجم على ليون وبيأكد ديلان إن العدوى بتقدر الدبانة تنقلها من غير ما حد يشوفها وبكده مع حلول الصباح الفيروس هينتشر في العالم كله وده اللي عايزه ديلان وبيتعصب كريس من اللي بيحصل وبيقول إنهم بيحاولوا ينقذوا الأبرياء لكن ديلان بيبقى عنده وجهة نظره الخاصة تجاه العالم المادي اللي أصبح حاقد عليه بعد ما اضطر يقتل صديقه لإنه تصاب الفيروس بدل ما يعالجه وبنرجع للحظة اللي كان فيها ديلان ماسك السلاح وجي بيترجاه ما يقتلوش لكن ديلان بمنتهى الحزن بيضغط على الزناد لإن دي الأوامر بس السلاح بيطلع فاضي وهنا جي بيحاول بسرعة يمسك سلاح علشان يقتل ديلان اللي واقف مصدوم من اللي حصل وبيضرب جي بمنتهى القوة وبينزل على وشه بأداة قيلة لحد ما بيموته تماماً بشكل وحشي وده بسبب حقد ديلان على العالم اللي خلاه يقتل صديق عمره بالشكل ده وبيبقى عايز يستخدم الفيروس على الناس علشان يشوفهم وهما بيقتلوا بعضهم والناس اللي بيحبوهم زي ما هو اضطر إنه يعمل كده وبيفضل يقولهم إن الحكومات ما بتهتمش بحد فيهم ولا حتى بالضحايا اللي بيسيبوهم وراهم بعد كل عملية وفي الوقت ده بتوصل ريبيكا اللي نجحت إنها تعمل مصل مضاد لعدوى الموتى الأحياء علشان تساعد أصدقائها لو تعرضوا للعد وبتوصل لسيجن الكاتراز ومعاها مجموعة من الجنود اللي بيتصدموا أول ما بيشوفوا وحش عملاق أول مرة في حياتهم يشوفوه معد من البحر وبتقدر جيل إنها تهرب من ديلان واللي معاه علشان تدمر الخزان وتمنع اللي بيحصل والمساعدة بتدخل في قتال شارس مع ليون المصاب وبتقدر تسيطر عليه فبيوقفها ديلان وبيأكد لها إنهم شوية وكلهم هيتحولوا فمش لازم تقتلهم دلوقتي وبيبدأ يجهز الفيروس اللي بيتنقل عن طريق الزباب علشان يدمر العالم كله وبيكون تايلر مصاب بالرصاص وبتحاول كلير تساعده لكنه خلاص بيبقى هيموت ولما بيحس تايلر إنها شخص كويس بيطلع قلم وبيديها فك تشفير الشبكة بتاعة ديلان علشان يمنعه إطلاق الزباب وانتشار الفيروس في العالم وبيموت تايلر بعدما عمل الحاجة الصحة اللي في حياته وجيل بتقابل ريبيكا في طريقها وبتعرفها مكان البقيين علشان تروح تساعدهم لإنهم تصابوا وهي هتحاول تدمر الخزان الرئيسي للمكان وفعلاً ريبيكا بتوصلهم وبتديهم المصل على اللحظات الأخيرة وبيبقوا كويسين وجيل بتلاقي ديلان قدامها عند الخزان ومعاه حقنة معينة بيحقن بيها نفسه وبينزل في المية وبتبقى الحقنة دي هتسمح له إنه يندمج مع الوحش العملاق اللي صنعه علشان يدمر العالم في نفس الوقت ده بتدور معركة شارسة بين ليون والمساعدة وبينجح ليون في النهاية إنه يضربها بشكل قاسي وبتخبط في سيخ حديد وبتقع ميتة على الأرض وبيجتمع الكل عند الخزان لإن الوحش بتاع ديلان قدامهم وشكله مرعب للغاية بيجربوا كل الرصاص اللي معاهم علشان حتى إنهم يصيبوه لكنهم للأسف بيفشلوا فبيطلب ليون من كلير وريبيكا إنهم يروح يوقفوا الزباب قبل ما يخرج للعالم وإلا المصيبة هتبقى أكبر بس قبل ما يدمروها بتفكر ريبيكا في حل وهي إنهم يستخدموا الزباب ده على الوحش بتاع ديلان ويدمروه في نفس الوقت اللي بتكون جيل مسك سلاح كهرابي عملاق وبتضرب على الوحش اللي بيقع للحظات لكنه بيقوم من تاني وهنا بنكتشف إن تم إطلاق الزباب الخافي عليه وده اللي بدأ يضعف حركته ويدمر خلاقه ولما بيحاول الوحش إنه ينزل المية بتجري وراها جيل وبتنجح إنها تحط متفجرات في ضقه علشان ينفجر ويموت نهائيا وبعد ما بيخلصوا بيقعد الجميع مع بعض يرتاحوا بعد المعركة الشارسة اللي كانوا بيخضوها وأول ما بتوصل الطيارات بيقرروا إنهم يرجعوا الوطنهم من تاني في انتظار الإشارة لأي خطر يحصل علشان يحموا العالم بدون تردد وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action